طيب السلام عليكم شباب. النهاردة اولاد عندنا موضوع من المواضيع المهمة جدا. يمكن اقول لك اقدر اقول لك ان هو اهم موضوع عندنا في الكارديو فاسكولي سيستم كله. اللي هو موضوع اسمه ايه? اثيروسكيليروزز. وطبعا حراك عارف ان كلمة اثيروسكيلروز يتصلب الشرعين. مبدايا ليه موضوع تصلب الشرعين ده? بتقول عليه اهم موضوع في الكارديو فاسكولي هو المايوكارديال اسكيميا. نقص الدم اللي هو واصل لعضلة القلب. اللي هو ناتيجته ان اللي هندخل فيه انجينا. الم في الصدر. موت في عضلة القلب. ده اشهر مرض. واخطر مرض بيحصل في القلب. في الكبر. ايه اشهر سبب يوصلني ليه مايوكارديال اسكيميا? ايه اللي جوع القلب ان الدمي قلب طب مينش الارترس في غز القلب الكورونارس اشهر سبب يسد الشرايين التاجية الكورونارس في طاعت القلب هو تصلب الشرايين اثيروس كيروس يبقى ليه الاثيروس كيروس مهم لانه السبب الرئيسي المؤدي الى ميوكاردو انفاركشن الى كارديك اسكيميا بيحصل في الادلتز الاثيروس كيروس ده من لحاجات مشهورة جدا نسبة كبيرة جدا من الناس في العالم عندهم تصلب الشرايين خد بالك معايا من حاجة مهمة او يا ولاد ان تصلب الشرايين اثيروس كيروس اثناء عملية بتاعته هو مرض بيحصل مرض بيحصل عبارة عن يعني مرض ده مش بيحصل في يوم وليلة مرض بياخد فترة طويلة جدا عشان يحصل بيحصل على فترات طويلة كزا سنة وقت طويل دهون بتتراكم داخل الدم تتراكم داخل الشرايين تعمل تكتلات في الشرايين الشريان يدخن وتصلب ده بياخد وقت طويل المشكلة ان اثناء حدوث الميكانيزم اثيروس كيروس واثناء الترسيب والتحول والتضخم والكلام ده كله ليس هناك اعراض مرض صامد اسمتوماتيك امتى الاثيروس كيروس يديني اعراض لما يعمل اسكيميا يعني يوم ايه يوم ما يعمل المضاعفات بتاعته ودي خطورة الاثيروس كيروس عشان كده اهم ما يهمنا في موضوع اثيروس كيروس ان حركت بعارف ايه هي الوقاية خير من العلاج العوامل التي تؤدي الى تصلب الشرايين عشان نتجنبها ونخلي العينين بتوعنا يتجنبوها لانها بتؤدي الى تراكم هذه الدهون داخل الشرايين وتكون الاثيرومة وتصلب الشرايين على فترات طويلة طيب بعد هذه المقدمة حركت الوقت يفهمت كده ليه بنقول على الاثيروس كيروس ده مرض مهم النقطة الرقم اتنين ايه هو الديفينيشن بتاع اثيروس كيروس بص يا شباب اولا الاثيروس كيروس تعالى نفسر الكلمة اللي قدامنا ديت اولا كلمة اثيرو جاية من اللون الاصفر وسكليرو جاية من سكليروز تصلب طيب تصلب بسبب لون اصفر يا ترى ايه هو لون الاصفر الدهون احنا دلوقتي طبعا عارفين ان الارتريز عارفين ان الشرايين في الجسم في عندنا الطبقة الداخلية من الارتري بيسموها الانتما الطبقة الداخلية من الارتري بيسموها الانتما الانتما هي الطبقة الاقرب الى الاوعيات الدموية اللي هي الطبقة ديت تمام الطبقة المتوسطة بيسموها الميديا اللي هي الطبقة اللي في النص في نص الجدار نفسه والطبقة الخارجية بيسموها وهي الطبقة الخارجية اللي هي تعتبر وكأنها جزء مكون لغلاف الشريان من بر. طيب. الادروس كيروس ده. الفكرة الاسية بتاعته يا ولاد ان هو عندي ما تراكم الدهون داخل الشرعين. لو انا عندي الدهون طبعا دهون جاي منين جاي من الدم. فالعيان ده عنده نسبة من الدهون موجودة في الدم. سيلا صفر دوت الفتعة. تمام? ادي اول نقطة. نقطة التانية. الدهون دي هتدخل للجدار. طيب هتدخل للجدار بازن الترسيب هيحصل فين? هيحصل في الانتما ولا في الميديا ولا في الادفنتيشيا? هيحصل في الانتما ليه في الانتما لأنه ده المكان الأقرب ليه الليومن يعني الدهوء الموجودة في إن موجودة جدا طيب يومها ترصب فين ترصب في أول طبقة بتقابلني اللي هي طبقة طبقة الانتما يبقى إذا هو مرض او صب ادي أول نقطة اتنين بيجي في أنه بيجي في أي ارتريز يعني ممكن يجي في الشرايين الصغيرة زي مثلا الشرايين التاجية شرايين المخ بنلاقي عينين عندهم تصلب الشرايين التاجية طبعا أشهر السبب وممكن يجي في شرايين كبيرة ده بيقولك انتعرف أكبر أرتري موجود في جسمك ايه أكبر أرتري موجود في جسم الإنسان أنا اسم أكبر أرتري موجود في جسم الإنسان هو ايه أكبر أرتري والأورطة بنلاقي في الأورطة يبقى إذا بيحصل في وبيحصل في وبيحصل في وزي 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 مثلا زي الاورطة. وممكن يحصل في ارترس كتيرة. ممكن يحصل في الفيمرال ارترس. ممكن يحصل في الايليك. ممكن يحصل في كاروتيد كويس. بيحصل في ميزنتريك حتى الشرين بتاعة البطن. اي شرين. يبقى ازا عرفنا انه ترسيب دهون. وترسيب الدهون ده بيحصل في منطقة الانتيمة. وبيحصل في الاسمول واللارج ارترس. هل هذا المرض بيحصل فجأة? لا. يبقى ازا تراكم الدهون عملية تدريجية بتزيد مع الوقت. بتزيد مع السن. لو احنا افترضنا ان احنا بدأنا مثلا في سن خمستاشر سنة. بدأت الدهون تزيد في الدم. ايه ارمي يوصل لسن عشرين زادت اكتر. تلاتين زادت اكتر. اربعين زادت اكتر. تبدأ الاعراض في تلاتينات اربعينات. يكون عملت كتل كبيرة داخل الشرعيين. وبدأ يحصل فعلا زيادة في سمك الجدار. في نقطة مهمة تانية اخب بالك منها. ان لما بيحصل تصلب شرعيين. دلوقتي انت بتقول انت بترسب دهون صح كده. طيب احنا رسمنا دهون يا ولاد دلوقتي في منطقة الانتما. هل هذه الدهون مادة صلبة? لا. صوفت? الدهون مادة صوفت? طب ليه بتقول تصلب سكيليروزز? اكيد المشكلة مش في الدهون دس. يبقى ازا ان عملية التصلب مش بس دهون. اما الايه? بعد لما يحصل ترسيف في الانتما بيحصل الرياكشنز وانفلاميشن جوه الجدار. الرياكشنز اللي بتحصل جوه الجدار وعملية الالتهابات الانفلاميشن اللي بيحصل جوه الجدار بيحفز عملية الفايبروزز. فبلاقي ان فيه تصلب بيحصل بسبب التليف. فيبروزز بيحصل في منطقة الانتما وده اللي بيعمل الكتلة الصلبة اللي موجودة في الجدار. احيانا كمان يحصل مش بس تلايف ده ممكن تصلب بسبب ترسيب كالسيام. ولزلك فعلا هي عملية تصلب بس التصلب مش سبب الدهون الدهون كانت بداية كانت عامل محفز كانت الريسك فاكتور اللي بدأ للمرض بس عملية التصلب مش بسبب الدهون هو المرض ولك أنت تخيل أن جدار الشريان فيه كتلة عالية وفيها ألياف زيادة وفيها كالسيام زيادة بالإضافة للدهون والإنفلاميشن هذه الكتلة اللي بتسمى الاثيروما وكأنها ورم هي اللي بتعمل انسدادات الشريان وتؤدي إلى اللي بيوصلنا للإسكيميا خلاصة الكلام اللي أنا قلت أولاد لو أنا عايز أطلع بالدفينيشن للاثيروس كيروس هقول إيه أولا هقول أن المرض هو مرض صدن ولا بروجريسيف بروجريسيف ديجينيراتف ديزيز كلمة ديجينيراتف دي بيستعيدوا عنها عن كلمة بروجريسيف يعني يقصد ديجينيراتف يعني مرض بيحصل فيه خلل مع تقدم السن أو مع الوقت ما يقصدش ديجينيراتف اللي حضرك تعرف في السل انجري اللي هو ريبرسيب الانجري لا ما يقصدش ده ديجينيراتف هنا يقصد أنه مرض بروجريسيف بيحصل فيه مشاكل متراكمة طيب يبقى هو مرض ديجينيراتف ديزيز كويس ثلاثة بيترسب فين كاركترايز باي ديبوزيشن أو فات أو لبد إن انتما كويس طيب هل العملية دي هي العملية التصلب لا يبقى إذن هو ده ده كاترة تعريف تصلب الشرعين كده يبقى فهمنا الفكرة العامة بتاعته تعالوا ندخل في التفاصيل بص يا أولاد أول نقطة عندنا مهمة في التفاصيل تعالوا نمسح الكلام ده كده وأبدأ أكتب لك بقى حاجة مهمة أو يخد ركز معي في إيمكن ده أنا شخصيا بعتبره أهم جزء في الأكتروسكيروس أهم المورفولوجي على فكرة أنت المورفولوجي مش هتشوفه يعني في حياتك الكلينيكال مش هتشوف مورفولوجي مش هتبص على شوريان تحت الميكروسكوب ما بيحصلش مش بناخد منه عينات يعني عينات اللي بتاخد من الشرعين دي بتاخد بعد ما العين يموت يقول لك آه والله ده مات بسبب بسبب شرعين بس أثناء حياة المريض وأنا بعمل ما بيخدش عينات من الأرترز ما بيخدش عينات من الأرترز فأنا يهمني إيه أكتر في الأترسكيروس أنا يهمني أكتر والميكانيزم عشاني بفهمين برضو إلى حد ما يعني فكرة أترسكيروس دي حصلت إزاي بص أولاد أنا هتكلم في عنوان مهم قوي اللي هو بنتكلم على أو خلينا نقول الريسك فاكتورز العوامل المساعدة على الأترسكيروس هنقسمها إلى نوعين هنقسمها لكم نوع إلى نوعين في عوامل يعني إيه كلمة يعني ما تقدرش تغيرها يعني ما تقدرش تغيرها هي مش في إيدك ولا في إيد المريض وبالتالي هي هتحصل خلاص هتوقعنا في الكاتيجري بتاع أترسكيروس إيه العوامل من النموديفايابل تقدم السن يبقى قول رقم واحد بلاقي تصلب الشرعين أكتر كل ما السن زاد عمرك ما تسمع عن أترسكيروس بيعمل أعراض في طفل عنده عشرة سنين في طفل عنده خمشرة سنة أنا ما تسمع عن أعراض تلاتين سنة، اربعين سنة، خمسين سنة وكل ما سنك زاد كل ما فرصتك زادت ليه؟ لأن احنا قلنا أن المرض ده تراكم تدريجي للدهون مع الوقت يبقى ومحتاج وقت وكل ما حتاج وقت يبقى السن عامل أساسي يبقى إيزا السن رقم واحد إيه الفاكتور اتنين الميل ولا الفيميل أكتر يقول لك لا الرجالة أكتر من الستات تاني الرجال ليه الميل يجيله أكتر من الفيميل انت عارف القعدة أول سبب الاستروجين عند الفيميل هورمون الفيميل الاستروجين بيحمل فيميل من الأستروجين لماذا؟ لأن الاستروجين ما بيديش فرصة لتجمع دون في الدم الأندروجين ممكن يزود الدون في الدم الأندروجين بيزود الدون في الدم يبقى عند الراجل يبقى في سبب هورمون السبب الثاني اللي خلت أصله شيء أكتر عند الرجال عارف إيه؟ العادات المنايلة التدخين التدخين أقوى ريسك فاكتور للأثروسكيلوروز تمام؟ وبالتالي الميل معرض أكتر من الفيميل ليه؟ عشان هو ميل عشان عنده هورمون أندروجين عشان ما عندهش أستروجين يقول لك يبقى كده الستات ما يجي لهمش أثروسكيلوروز في ميل تفرح بقت يقول لك ما يجيش أثروسكيلوروز ما يجيش للستات لا بييجي بس بيجي إمتى؟ أكتر بعد المينوبوز بعد المينوبوز مين اللي بيحمي الستات؟ الهستروجين وقت ما الهستروجين يقل أو يتقطع يبقى فيه فرصة تصلده بالشرائي تمام؟ يبقى إذن ده بالنسبة لموضوع السكس هورمونز قلنا عندي إيه تقاني من العوامل اللي هي حاجة فيك مشاهدة تغيرها هو الفاميلي هستوري بتاعك الفاميلي هستوري بتاعك نقدر نقول جيناتكس أو فاميلي هستوري ليه فاميلي هستوري؟ لأن فيه عندنا أمراض متعوالك وراثية بتورص أنا مليش يد فيها أنا مليش يد فيها يعني إياه دكتور الديني مثال أقول لك مثال نفترض أن فيه شاب أثليتك رياضي أكله صحي ما بيشربش سجاير ما عندهش ضغط ما عندهش أي عوام مساعدة للتصالب الشرائيين بس ورث مرض بالوراثة خده من أبوه أو من أمه اسمه فاميليال هايبر كوليستوريليميا فاميليال هايبر كوليستوريليميا بالوراثة عنده مشكلة متوليستوريليميا فدايما الكوليستوريليميا عنده عالي يلقي تلتمية ومتين وربعمية ورقام كبيرة ليه بيأكل دهون كتير لا مش بيأكل دهون كتير بسهو عنده مشكلة في المنتابوليستوريليميا فدي حاجة وراسية ليس لانا يد فيها يبقى دي حاجات مش بيئة كيبقى السن والجندر في ميل أو ميل سكس والفاميلي هاستوري ده بالنسبة لي اللي ما عرفش أغيرها طيب العوامل المودفايبل بقى هنحفز قاعدة مهمة جدا يا ولاد مع بعض وهي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم حضرتك تبقى عارفها الأهم جدا من النون مودفايبل لأن دي انت السبب فيها المريض والسبب فيها ليه يدوي غيرها مودفايبل أقدر أبطلها أقدر أمنعها أقدر أغيرها اللي هم إيه بص يا ولاد أنا عملت لكم قاعدة حلوة قوية عشان سهل عليكم الموضوع ويبقى الموضوع إن شاء الله ما تنسوش خالص مدى الحالة أن النهارات والسلب الشرعيين ده هيفضل وراك العمر كل تفضل عطول تسمع عن أثلوس كيروزوس في أمراض البطنة في أمراض القلب حتى لأمراض كتيرة في تخصصات مختلفة زي الكيدني زي النيفرولوجي اللي هو زي الناس والولادة يعني تسلب الشرعيين طول ما هو موجود عند البيشن البيشن ده معرض لمشاكل مش موجودة في ناس تانية فهتسمع عنه كتير طيب وبالتالي لسه أعرف العوامل اللي إحنا نقدر نحن نمنعها ونقلل تصلب الشرعيين العوامل يا أولاد بتنقسم إلى عوامل شديدة الخطورة وعوامل قليلة الخطورة العوامل شديدة الخطورة شديدة التأثير اللي لها ارتباط قوي بالأثلوس كيروز نسميها خلاص 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 إبقى أنا عندي عوامل وعندي عوامل قليلة الخطورة فيه ارتباط غير مباشر نسميها ماينور ريسك فاكتوري سيبقى هنقسم العوامل الموديفايبل وماينور احفظ معي القاعدة دي قاعدة الميجور أربع عوامل بتبدأ بحرف الـ افتكر حرف الـ حاجة عالية حاجة كبيرة حاجة جمدة يبقى الـ العوامل الماينور أربع عوامل بتبدأ بحرف الـ افتكر حرف الـ صغير بسيط عوامل أقل خطورة تبقى الـ يبقى ميجور وماينور أربع إتش أربع إس تعالى نتكلم فيه وركز معي بقى وديني اهتمامك كله بص صغير أول فاكتور ميجور هو الـ سموكينج أول فاكتور ميجور هو الـ هافي سموكينج إتش تدخين تدخين عادي لا قلت لك إتش حطنا كلمة هافي سموكينج ما هو تعريف الـ يعني إيه مدخن تقيل مدخن شرع يعني ايه مدخن شرع يعني مدخن بيشرب عشر سجار في اليوم لمدة عشرين سنة يوميا طبعا او مدخن بيشرب عشرين سجارة في اليوم علبة زي بعض المدخنين بيشرب علبة او اكتر كويس لمدة عشر سنين التدخين من العالم الخطيرة جدا خاصة المدخن الشرع اللي هو الهيفي سموكر بنسبة تكاد تكون يعني تقدر تقول قريب من ثمانين لتسعين في المية بيجي له صلب شرعيين طيب ليه التدخين بيعمل تصلب شرعيين اقول لك ليه لان لا يمكن الدهون تدخل في جدار الشريعين لو الاندوثيليم انتك تسليم لا يمكن مش هتدخل الدهون انت الدهون تدخل لو الاندوثيليم حصل له دامج واكتر مادة توكسيك بتمشي في دمك وتصيب الاندوثيليم باصابات تعور وتجزع الاندوثيليم بتاعك هو السموكيك مش النيكوتين لا البولي سايكل كايدرو كاربونز والمواد السمه الهيفي ميتلز والمواد اللي ماشي دات دي اللي بتقدر تؤثر انتوليم وتعمل تدخل الاندوثيليم دهون تدخل ويحصل التهابات واصابات ويبقى الجدار مش طبيعي وسهل يحصل فيه التغيرات اللي ممكن تعمل تسلط اتفقنا يا ولاد يبقى الاتش الاونية هيفي سموكينج ادي واحد الاتش التانية ارتفاع ضغط الدم ليه لان كل ما كان الضغط عالي بيضغط الدهون جوه الجدار الضغط ده ايه ضغط داخلي جوه الشرايين ضغط على الجدار نفسه طبعا لو عندي نسبة دهون موجودة في الشرايين ومش عالي قوي شوية دهون كده مع الضغط العالي الدهون دي ممكن تدخل يبقى الهايبرتنشان عامل مساعد لانه بيزود دخول الدهون داخل الجدار عملية الدخول يبقى الهايبرتنشان ريسك فاكتور الناس اللي عندهم ضغط معرضين لتصلب الشرايين اكتر من غيرهم ثلاثة اتش رقم ثلاثة هايبرجليسيميا يعني هايبرجليسيميا المريض اللي عنده هايبرجليسيميا مزمنة هو مريض السكر عنده جلوكوز زيادة في الدم اللي يا دكتور لانه جلوكوز زيادة في الدم ما بيتحرقش انا مريض سكر ما قال السكر مش بيتحرق فبيعلى في الدم فيتحول الى لبد هيتحول لدهون والدهون هتترسب في الشرايين جوه الجدار لان الهايبرجليسيميا تؤدي الهايبرليبيديميا يبقى دي الاتش رقم ثلاثة فاضل واحدة اه فاضل واحدة احنا قلنا ايه قلنا رقم واحد هيب سموكينج رقم اتنين هيبرتنشان رقم ثلاثة الهايبرجليسيميا كويس؟ قالك بقى عندي ايه؟ الاتش الرابعة هايبرليبيديميا هايبرليبيديميا لو انت عندك معدلات الدهون في الدم عالية بس خلي بالك يا ولد من حاجة مهمة جدا ان انا عندي دهون حميدة ودهون خبيثة الدهون الحلوة اللي بيسموها لو دانستي لايبو بروتينز لو دانستي الوحشة دي الدهون منخافضة الكسافة اللي تقدر تترصف الشرايين وتأذي الشرايين وتحفز عمليات الانفلاميشن الدهون دي مؤذية ومستفزة لو دانستي لايبو بروتينز ولكن عندي دهون اخر اسمها الهاي دانستي لايبو بروتينز وهي الدهون عالية الكسافة وهي دهون حميدة الدهون دي حلوة ودايما ياولاد فيه نسبة عكسية فيه نسبة وتناسبة يعني بيبقوا ماشيين عكس بعض كل ما زاد كل ما قلل HDL يزيد LDL والعكس كل ما زاد HDL LDL الدهون الحسنة الحميدة كل ما زادت تقلل الدهون الوحشة الدهون الوحشة كل ما زادت كل ما تقلل الدهون الحلوة فمين اللي بيزيد انا بتكلم على دي لو زادت دي اللي بتساعد على الترسيب داخل الجدار واصابات الاندوثيليا الدهون بتعمل ايه قالك الدهون ممكن تعمل الاندوثيليا الـ LDL دي اولا بتتأكسد في الدم بتتأكسد في الدم خلاص ممكن بقى فيه وممكن تؤدي الى اندوثيليا لانها ممكن تتاكل عن طريق الماكروفاج وحصلها عملية تتأكسد جوه الماكروفاج وتطلع دهون مؤكسدة الدهون دي بتبدأ تعمل الدهون نفسها بتأذي الاندوثيليا متعوره فتخلي فيه فرصة ان الدهون تتراكم جوه دي نقطة النقطة التانية هي نفسها بتدخل داخل الجدار تمام او داخل الماكروفاج اللي جوه الجدار وهنعرف الميكانيزم دلوقتي يبقى الدهون السيئة السمعة وهي الLDL الدهون خسنت السمعة HDL ديت L ايه اللي بيزود الدهون الLDL اشهر سبب في العالم أوبازيتي سمنة تاني اشهر سبب في العالم الباد فاتس الترانس فاتس الدهون السيئة يعني ايه الدهون السيئة دهون وحشة مش مشبعة ده الدهون الغير مشبعة الدهون الغير مشبعة او الدهون السيئة اللي بيسموها ترانس فاتس اللي هي الدهون المصنعة اللي هي زي السمنة المصنعة والحاجات دي كلها القصص دي كلها في منتهى الخطورة القلي الكتير في الزيت انك تقلي كتير في الزيت تقلي البطاطس وتقلي البنية القلي الكتير في الزيت استخدام الزيوت النباتية وتسخنها لدرجات حرارة عالية الزيوت النباتية ديت فيها بونز مفتوحة تعتبر فتبدأ تعمل اشكال غير حميدة مضرة بالجسم وتاخدوها في الدهون ديت هي الدهون تضرى بالجسم الانسان يبقى ازا الدهون الدهون اللي هي جاية من مصادر دهون مع الابسيتي الكلام ده كله في منطقة خطورة يقولك طيب احنا الوقت يعزيننا استخدم الزيوت النباتية استخدم الزيوت النباتية فرش يعني عايز استخدم زيت الزيتون مايتسخنش اخط زيت الزيتون طبيعي بدون الغليان لان الغليان ده بي inoxidu عايز دلوقتي بيبه ادرجه عايز دلوقتي استخدم زيت الدرة استخدم زيت الدرة طبيعي ما تتسخنوش عن نار ما تقليش بيه اذا عمليات الألي واستخدام الدهون الغير صحية بزود ال L DL السمنة نفسها بتزود الLDL السكريات الكتير اللي انت بتاكلها في الاكل بتزود الLDL كاربوهايدريت الكتير لو مش مش شرط سكريات لو انت بتاخد كاربز كتير نشوات كتير ها باخد بافتر برغي فين عيش وبتغدى مثلا طبق رز كبير وباكل سناكس بسكوتات وحلويات وحاجات فيها كاربوهايدريت وبتعشى باخد برضو عيش كتير وباخد مثلا حاجة مسكرة وبستخدم السكر طول اليوم الاكساس كاربوهايدريت ده بيزود الLDL بيتحول الLDL كويس فدي معهم الخطورة والاسف ده حاجات منتشر في العالم كله بسبب التطور الغذائي اللي حصل للانسان ما هو بدأ يظهر هذا المرض التطور في الصناعة الغذائية استخدام الكاربوهايدريت بمعدلات عالية الكاربوهايدريت اللي مش طبيعية طبعا لان انت لا يمكن انت تاكل كاربوهايدريت طبيعية مثلا خضر وفاكها بالكميات او بنسبة الكاربوهايدريت الصافية اللي موجودة في الديئ في الديئ اللي هو الزيرو او اللي موجودة في السكر تمام فاذا كل هذه الوجبات والعادات الغذائية بتزود معدلات الديئل وبتزود فرصتك لتصلب الشرائل تقولي طيب الدهون الحلوة اللي هي الـ HDL اللي بتيجي منين الدهون الحلوة الـ HDL دي يا سيدي بتجي لك من الزيوت النباتية النقية كويسة زي مثلا المكسرات الزيوت الطبيعية اللي موجودة في النتس كويس الزيوت اللي موجودة في زيت الزتون وميجا ثري اللي موجودة في الأسماك ده بيزود معدلات الـ HDL كويس يبقى ازا عرفنا العادات الغذائية وعلاقتها بتصلب الشرائل دي نقطة الايه الـ hyperlipidemia يبقى ازا نتكلمنا على الـ 4H قلنا الـ hyperglycemia اللي هو مرض السكر والـ hyperlipidemia زيادة الـ LDL سواء عن طريق الـ intake كانوا زي ما نقول لك الأنمال الفات بس دي معلومة علمية مش صحة دهون الحيوانية نتاكل مثلا اللحمة اللي فيها ده سم الصفار البيض الكلام ده دي معلومة مش صحيحة ده ما بيزودش الـ LDL غير للناس اللي عندهم اصلا مشكلة ورسية تمام؟ اللي بيزود الـ LDL زي ما قلت لك الدهون الغير صحية الـ Ali كتير واستخدام الزيوت في الطبخ كتير والمعجنات اللي تحط في الأفران مثلا الكيكات والكلام ده اللي بتعجن بالزيت الدهون الزيوت السمنة المهدرجة اللي مش السمنة الطبيعية اللي جاية من الأبقار لا السمنة النباتية تمام؟ كل الحاجات دي خطيرة تمام؟ وقلنا الـ HDL هو عكس الـ LDL الـ HDL ده بيزيد مع خاصة اللي هي زي لأنه هو بيحتوي على نسب عالية من وبعض أنواع الأسماك زي السلمون معظم الأسماك فيها HDL عالي والزيوت اللي موجودة فيه الـ Nuts المكسرات هي HDL عالي ودوت بيحمي جسمك وبيحمي قلبك وبيحمي شرائينك فالحاجات دي يفضل أن احنا نقطر منها والحاجات التانية يفضل أن احنا نمنعها تدريجياً أو نقللها بقدر المستطاع ده بالنسبة أولاد للعوامل اللي هي الموديفايابل اللي أنت تقدر تغيرها طيب يبقى احنا تكلمنا على الميجور وقولناهم تعالنا نتكلم بقى العوامل الماينور أربع عوامل صغيرة أو أقل خطورة بتبدأ بحرف الـ S أول فاكتور S أكل السكر كتير وزي ما قلنا نوه هيتحول لدهون وهيعمل فيه هيؤدي إلى أحد العوامل الميجور في الآخر يعني بتاكل سكريات كتير بتاكل حلويات كتير بتاكل كاربوهايدريت كتير بتستخدم سكر التحليه كتير دي طبيعتك الغذائية فمؤكد فيهم الأيام اللي هيزيد عندك مؤكد فيهم الأيام ممكن تتعرض للأوباسيتي مؤكد فيهم الأيام ممكن لقدر الله تعرض لمرض السكر بسبب فهو عامل مساعد لعامل مساعد تاني طيب عشان كده حطوه لأنه مش مباشر يبقى دي الأس الأول هنا الأس رقم اثنين غير يقصد بيها يعني يعني الشباب اللي يحب يروح جمع ويعمل مصل مش الناس العادية اللي هم بيخش وعايز يعمل عضلات ضخمة جدا وهيقف بقى على الستيج ويبدأ يعرض وهيخش في منافسة ومش عارف ايه وعايز يبقى عنده وعنده وكلام ده بيستخدمه هرمونات أحد الهرمونات دي ممكن يستخدم وممكن يستخدم الستيرويد الستيرويد اللي هي الانابوليك الستيرويد الانابوليك عنده اندروجين ما بالك واحد بيحقن هرمونات مشتقة من الاندروجين عشان كده فرصة تصلب شهم عالية جدا يبقى لعبي كمال الأجسام او الرياضيين اللي بيستخدموا انابوليك من اخطر المشاكل اللي بتقابلهم تصلب الشرائل وسهل جدا نجيولهم زباحات صدرية وجيولهم يبقى يقصد ايه بالستيرويد مش اي ما يسخدش مثلا كورتيزون تمام لا نقصد مجال البودي بيلديك كويس يبقى لنا اتنين انتيك اه لتنين انتيك شجر انتيك سيرويد انتيك تمام وفي اتنين مرتبطين باللايف ستايل الليف ستايل بتاعك لون نظام حياتك وطريقة تفكيرك وعيش ازاي والكلام الاتنين اس التنين دول بقى الاس الاولانية بيقولك حاجة اسمها ايه سيدنتري لايف سيدنتري لايف يعني سيدنتري لايف يعني حياة الراحة حياة الكسل حياة الانتخة حياة النوم حياة قلة الحركة كل ما كانت حركتك قليلة كل ما فرصتك تصلب الشرعين تزيد لأن الحركة القليلة تساعد على زيادة الـ LDL تساعد على السمنة تساعد على مرض السكر تساعد على الهايبرليبيديميا تساعد على عدد غذائية غلط يبقى قلة الحركة خلاص سيدنتري لايف إس إيه تاني مرتبط باللايفستيل بتاعك طريقة تفكيرك سترس سترس ما يقصدش بسترس الحركة لا استرس اللي هو المنتل استرس أن انت على طول شايل الهم وبتفكر ومكتاب وقلقان ومتدائق كويس لأن الاسترس لأن الاسترس بيزود الضغط فيؤدي ويزود هرموني الكورتيزون تمام الناس على طول قلقانة أو متوترة بص يا أولاد علماء النفس قسموا البشر إلى ثلاث أصناف إلى ثلاث أصناف في بيرسوناليتي طايب A بيرسوناليتي طايب B بيرسوناليتي طايب C البرسوناليتي طايب A اللي هما الناس اللي هما بطبيعتهم بشخصياتهم بيبقوا على طول دايما عندهم دايما بيحبوا المثالية في كل حاجة ودول غالبا نجحين في حياتهم بس صحتهم مش حلوة لأنه على طول متوتر وشايل الهم بيبقى على طول دايما شايل هم من الامتحانات فبيذكر كويس شايل هم من نجاح فبيكتهد أوي بيخاف من الامتحانات بيقلق عنده دايما بيبقى عنده افتراض افتراض الخطر او الاحساس بالخطر اعلى من غيره كويس فهو بينجح لانه هو مقدر الخطر ومقدر وبيفكر في القدام بيفكر في بكرة بيفكر في المستقبل بس مشكلته ان الاستراس ازاي الدوت بيأثر عليه صحريا على فكرة الناس اللي هم برسونيات طايف ايه دول بيه وناس نجحين في المجتمع وناس نجحين في الكليات وناس نجحين في دراستهم ونخشوا كليات عالية وكتير جدا من طلبة الطيب برسونيات يتعايب ايه فدي داخدوا بلكوا منها اللي هو عطول بقلقان ومتوتر مستني الامتحان طبقا ومذاكر وكل حق وبيعمل اللي عليه بس متوتر وقلقان وخايف وبيفكر في بكرة وبيفكر في المستقبل وبيفكر اشتغل ايه اللي على طول شايل الهم ده كويس فدول بيجي لهم اكتر بمعرضين اكتر يجي لهم هايبر تنشن وطبعا ده عامل مساعد ليه الاتروسكيروس طبعا يقول لك احنا بنعرف البرسونياتيز دي بقى ايه بيقول لك ونعرفها عامل امتحانات تلاقي بقى الناس اللي هم برسونياتي طيب ايه ميذاكرين كويس جدا خلاصين منهج مراجعين كذا مرة بس الان طول نايم طول الليه الان متوتر مش جاي لنوم طبعا مش جايلك نوم ليه يا ابن يقول لك هخايف طب انت خايف ليه يقول لك هخايف ان انا ماتجاوبش طب ماتجاوبش طب انت مزاج خايف يجي حاجة من بر خايف انسى خايف تروح علي نومة خايف ما الحقش الموصلات وما روحش اي اي توتر اي قلق هو حياته كلها قلق كويس تيجي تلقى البرسونياتي بي ده صباح عنده امتحان الصبح اقول لك والله يبص انا مناشع على شوية حاجات كده وان شاء الله الحياة زي الفل وهيجو في الامتحان والدنيا تبقى تماما عنده دايما ايه يعني متفائل ده البرسونياتي بي فغالبا الناس دول يعني دنيا ماشى كويس معهم وصحيتهم حلو البرسونياتي بي ده وقده نكبر تماما خالص ولكن انا مش هزاكر خالص كويس وان شاء الله هيجي الامتحان وحش على كله وكل اللي ذاكره زي اللي ما ذاكرهش تماما فده واحد ايه يعني ده البرسونياتي بي ده راجل ده صحيته حلوة جدا جدا بس فشل في حياته تمام فهي هي دي الضريبة كل ما تبقى ناجح في حياتك كل ما يبقى عندك تفكيرك زيادة كل ما يبقى overthinking كل ما تبقى personal type A كل ما تبقى معرض لضغوطات اكتر بس انت حاول انك تعمل management لطريقة تفكيرك ولتقييمك للامور كده هؤلاء دي بقى احنا اتكلمنا على risk factors بتاعت لو غلخصهم بسرعة كده قلنا ان risk factors في عوامل non modifiable ما اقدرش اغيرها زي السن زي السكس زي وفي عوامل مودفاية بل اقدر اغيرها وهي عوامل major شدية الخطورة وعامل minor قليلة الخطورة العوامل major شدية الخطورة بتبدأ بحرف وهي والعوامل اقل خطورة هي اربعة بحرف اربع حاجات اتنين واثنين مرتبطين باللايفستايل بطورية تفكيرك والسترس والسدنتري تعالى نتكلم على الميكانزم بعدها الميكانزم كيف يحدث تصلب الشرعيين ازاي بيحصل تصلب الشرعيين الاجابة قولا واحدا we don't know احنا ما نعرفش اتحط اولاد في الاتروسكيروز اكتر من سبعة ويمكن في الكتب جديد الوقت يمكن وصلوا تمانية او تسعة تسعة نظريات بتفسر ولكن النظريات اللي حضرتكو نظريتين نظرية شائعة جدا وهتلاقي معظم يعني المراجع الطبية ومعظم الاطباء مقتنعين بيها وفي نظرية اقل شيوعا ولكن اتحطت من ضمن النظريات وفي نظرية ده ما جدل اتنين مع بعض بص يا ولاد النظرية الاكثر شيوعا في العالم وهي المست وايد وهي المقبولة منطقيا اكتر عند معظم الناس اسمها يعني فاكر كلمة حاجة بتخرج حاجة بتدخل وهي نظرية بتفترض ان الدهون اللي موجودة في الدم دخلت دخلت جوه الجدار طيب ده اللي احنا قلناها في تصلب الشرعين اه ده اللي احنا مصدقينه او اللي احنا عايزين نصدقه ان الدهون اللي ماشية في الدم دخلت جوه الجدار اسمها في نظرية تانية قال لك لا مفيش دهون ماشية في الدم بتخش جوه الجدار ده القصة كلها بتبدأ بجلطات ويحصل تحور معين كده هو اللي يجيب لي دهون في الجدار فسموها لانها بدأت وهي النظرية الاقل شيوعا عن انا هشرح لك النظريتين وحضرتك كده فكر فيهم وقول لي مين الاقرب الى قلبك بص يا سيدي تعالوا نبدأ بالانسيوديشن وهي بتفترض توغل او دخول الدهون جوه الجدار رسمة اللي قدام حضرتك دي انا رسم مقطع من الجدار دوت ال اهو والطبقة دي ال انتما انتما واللي في النص ميديا حلو و ده الجدار اهو لو رسمتولك كده ده الجدار من ناحية التانية والدم هنا ماشي هنا وفي دهون ماشية في الحتة دي النظرية دي بتفترض ان الدهون الماشية في الدم الكوار الصفرة دي دخلت جوه الجدار وهي سبب المشاكل خلاص طيب تعال نبدأ بالخطوات ونشوف النظرية دي بتقول ايه هذه النظرية اولاد بتقول النظرية دي مهم عشان تفهم المورفولوجي لازم تفهم التهيري دي كويس بص اولاد النظرية دي الصورة اللي قدامك دي بتوضح لك عدة عناصر الكوار الصفرة اللي حراك شايف دي الدهون ال ال كويس اللي ازرق دول اللي هما خلينا نقول المونوسايتز اللي موجودة في الدم طيب انا عايز دلوقتي ادخل النظرية بتقول دي نسبة الدهون عالية موجودة في الدم هيك كور الصفرة كتير هي عايزين هتخش جوه الجدار قال لك لا انا مش هقدر خش جوه الجدار ليه لان عندي اندوثيليا سليم بيحمي الجدار طيب اول خطوة تفتكر ايه اول خطوة عور الاندوثيليا 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 اللي كان موجود هنا خلايا دي بازت وقعت حصل فيها اندوثيليا حصل فيها ديسفونكشن حصل فيها اي خلل وبقى المكان مكشوف او بقت قادرة على تمرير الفات ما نعرفش بس ايه في اصابة حصلت ايه سبب الاندوثيليا والله الاندوثيليا ممكن يكون سببه سجير تدخين ممكن يكون سببه هيمو دايناميك اندوثيليا اللي هي حركة الدم ضغط الدم العالي الهايبرتنشا ولو عندي ضغط عالي على الاندوثيليا ممكن يعوره ممكن يقزيم ويبوزه يخلي الفيتالي فعله مش حلوة ممكن يكون سبب الاندوثيليا الدهون نفسها في بعض الناس قال لك الدهون اللي موجود في الدم بيحصل لها عملية تأكسد يبقى زيادة الدهون ممكن تكون تأكس بن؟ التدخين ممكن يكون هذا البوز للام ارتفاع ضغط الدم ممكن يكون الابوس للام أو أي سبب اخر بعد بوز للام دي مش خصتي المهم من البداية هادي اول نقطة اثنين فلما حصل الام ام الحضار حصل خلاص دخلت الدهون جوه جدار بفعل الضغط والدهون زيادة دهون اللي كانت موجودة في الدم خصل حلو الكلام لسبب ما لم تفسره هزيه النظرية ان مجرد ما الدهون دخلت جوه الجدار ام جرية الماكروفيج دخلت وراها فدخلت الماكروفيج جوه الجدار اهي وكلت الدهون يبقى حصل الماكروفيج لما تاكل الفات فيبقى لونها ابيض ابيض لان هم بتتسبخش يقوموا يسموها ايه خلية الرغاوي فكده سموها ايه يبقى اذا الخطوة الاولانية حصل الخطوة التانية بيتبعوا دخول الماكروفيج ماكروفيج عمد فاكروسكالة الفات وتحولت الى فوم سالز مع العلم ان في حاجة غريبة قوي مش مفهومة لقوا ان الفوم سالز ماكروفيج وكلة دهون وسموث ماصل سموث ماصل عضلات ملساء موجودة في البلاد فيسل جواه دهون طب انا افهم ان الماكروفيج بتعمل فاكو سايتوز بتاكل الفات شغلتها كده انما سموث ماصل تاكل فات ما سمعناش عن سموث ماصل بتاكل يبقى فيه حاجة مفقودة في ميكانيزم وده موضوع بحث بحثي لازال قائم لحد النهاردة ايه اللي خلى سموث ماصل يخش جواه فات احنا ما نعرفش ولكنها حاجة موجودة في الاتروس كوز بنشوفها وده برضو بيسموها فلو سئلت عن الفوم سيلز ما هي الفوم سيلز ماكروفيج او سموث ماصل جواهم فات وده على فكرة في السلايد سفاة العملي عندنا القصة دي بنشوفها ويجيسع لك على الفوم سيلز يقول لك نيتشر ايه نيتشر لازم افهم النظر كويس لازم افهم النظر نيتشر بتاع السيل ديت ماكروفيج او سموث ماصل كونتينينج فات وبتبقى فاكيوليت طبعا لونها ابيض من رغاية عاملة زي الرغاوي اللي حضرتكم شايفينها قدامكم دي الخطوة رقم اتنين طيب بيقول لك ان وجود الفوم سيلز اللي موجودة داخل الانتيمة هي خلايا اكتف النهاردة بقت نشيطة وحصل عمليات عملية انفلاميشن حصل لها اكتيفيشن بزيادة الانفلاميشن ايه سبب ويمكن يكون الامكروفيج اللي كانت الفاتح انا ما ما عروفش ايه اللي حصل بالزبط ونشط الانفلاميشن يمكن يكون الدهون الميت اكسيدة اللي موجودة في الدم نشاطة عمليات الانفلاميشن المهم ان وجود الانفلاميشن مع وجود الماكروفيج بينتوجج عنه جزائيات الخضر اللي انا رسمها لك دي جزائيات الخضر وصيتوكينز 얘기ات اللي انتوا عارفينهم وجروث فاكتور زي الفايبروبلاست جروث فاكتور جروث فاكتور عادية لازاي بتطلع في الانفلاميشن بس كون انك تعمل جروث فاكتورز جوه الجدار بتاع الشريان لفترات طويلة هتحفز عمليات النمو ما اسمه جروث فاكتور يطلع يا سيدي في الاكيوت انفلاميشن شوية دي ساعة ساعتين يوم يومين وخلصت خلصت انما يقعد شهر واثنين وسنة وثلاثة وعشر لا اما اكيد في حاجات هتكبر وهتزيد وهتعمل مشاكل اللي بيحصل اولاد اشهر اتنين جروث فاكتور والاناسف هيحفزوا تكوين في طبقة الانتما بص راسم اللي فاتت بص اولاد بص معي كويس طبقة الميديا عندي عضلات ملساء سموث ماصل اهي انا بشاور على سموث ماصل اهي واخد بالك معي دي سموث ماصل ومعها هو مشاكل بعض قريبين من بعض ودوة كولوجين يعني اكتشفوا ان مع وجود تبدأ تحصل عملية تطلع في منطقة الانتما بدأت دي اولاد سموث ماصل اهي سموث ماصل اهي تمام تطلع في الانتما تشدد سحب السموث ماصل وسحب الفايبروبلاست فبدأت الفايبروبلاست انت فبدأ الكنيكتيشو اهو الالياف اللي عارك شايفة دي تترصب اكستاسيوم ماتريكس كولوجين بقى وفايبرونيكتن ويلامينين بروتينات الماتريكس كونيكتيشو بدا يترصب في الانتما بكمية كبيرة بقى الانتما فيها ايه بقى الانتما فيها دهون بيقولوا عليها كوليستيرول كليفت شقوق لانها ببنى على شكل شقوق كده او فتحات لانه اللون غبيض طيب يبن كأنها مشقوق كأن الشريان متشقق كده من جوه خلاص كوليستيرول كليفت وفيها سموث مسل ده جوه الانتما قم الاصلا سموث مسل فين سموث مسل اصلا في الميديا مش مكانها اصلا مش مكانها اصلا طلعت لي لان فيه صحبتها شدتها غريتها فبدأنا نلاقي سموث مسلز يبقى لقينا كوليستيرول كليفت ولقينا فوم سلز ولقينا سموث مسل ولقينا كونيكتيشو ماتريكس وكل جن تتوقع هل كل الكلام ده ما يتخنش الجدار من جوه يتخن الانتما من جوه وده اللي بيعمل دي اللي بيحصل في الشرايين انت كده وصلت المرحلة اسمها كأنها ورم خلاص فده اللي بيحصل اولاد في الميكانيزم ده في نقطة تانية برضو خطيرة جدا 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 ان وجود بيعمل حاجة غريبة قوي بيسحب شرايين اوعية دموية صغيرة من تحت انتو عارفين ان الشرايين الشريان بيتغذب شرايين صغيرة اسمها فازا فازورا الشريان اصلا بيتغذب شرايين صغيرة بتغذي الجدار فتحت صغيرك اسمها فازا فازورا فتبدأ الفاسكولاريتي تزيد ليه لان عندك جروت فاكتورس فتبدأ الفاسكولاريتي تزيد اي اوعية دموية كتيرة جوه الشريان نفسه بس دي تحت شوية في البيز في القعدة اللي تحت ووجود هذه الاوعية الدموية الكتير ده حاجة حلوة لحاجة مش حلوة ليه حاجة مش حلوة لان ممكن الاوعية ده تجيب لي دم تفرقع مع الضغط العالي مثلا طب انت اليوم ما تفرقع فيه دم متجمع جوه الجدار طب ما هينفخ الاثيرومة اكتر يا سيدي مش هينفخ هيفرقع الاثيرومة تقوم الاثيرومة دي تطير تطير في الدم تأسد الشريان تتمشي على شكل امبولاي مثلا فدي خطوة من الخطوات اللي بتحصل في الانسيديش خلاصة الخطوات تانية ركز معا لو سمحت اول خطوة دخول الدهون 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 دخلت ميلي دخل وراء الدهون الماكروفيش ماكروفيش كلة الفات باسماء والسموث مصل برضو باسماء بدأ يطلع من فوق سحبتلي فوق ومن تحت سحبتلي او عيه دموية من تحت دي نظرية بصوا معي على الصورة المايكروسكوبك ديت منطقة الحركة شايفة من تحت دي منطقة الميديا الجزء اللي فوق ده كله دي منطقة الانتمة حتة العالية دي منطقة الانتمة الفراغات البيضة اللي حارك شايفها ديت هي عبارة عن الفراغات البيضة دي هي عبارة عن كوليستيرول كليفت كويس ولكن اللي فيها نيوكلياي دي بتعتبر الفوم سيلز يعني لو جالك صورة زي دي سلايد في العملي وجيش هاور لك على حاجة مدورة كده هتقوله دي عبارة عن فوم سيل لو شاور لك على حاجة مطاولة طويلة كده هتقوله دي كوليستيرول كليفت لان ما فيش خلية طويلة ما فيش خلية ماكروفتش طويلة الشقوق دي تقى الشقوق اللي هي المغزلية دي شقوق دي كوليستيرول كده هم مترسبة خلاص انما الحاجات المكورة المدورة دي دي خلايا دي فوم سيلز الفوم سيلز عبارة عن ايه ماكروفتش او سموت مصل وطبعا النقطة الزرقة دي كلها دي انفلاماتوري سيلز خلاص وشوية الحاجات اللي فوق ديت اللون البينك انت شايفه دوت دي ممكن تكون شوية سموت مصل على كونكستيشو مش باينة طبعا تفاصيل عندنا في الصورة دي اولادة النظرية اللي اسمها انسيوديشن تيري السايدس اولاد تصلب الشرايين بيحصل فين بيحصل في الشرايين الكبيرة والصغيرة مش كومن او الشرايين متوسطة اكتر في السمول واللارج ارتريز افتكر السمول اشهر اتنين صغيرين اللي هم اتنين سي اللي هم السيريبرال والكرونري الشرايين التاجية بتاعت القلب والسيريبرال شرايين المخ خاصة عند منطقة الباي فوركيشن يعني ايه باي فوركيشن يعني منطقة التفرع بتاعت الشوريين ليه لان الدم لو ماشي كده دي اكتر منطقة معرضة للاصابة اكتر منطقة بيحصل فيها ضرب في الاندوثيليم اكتر منطقة في ضرب الاندوثيليم من منطقة التفرع الباي فوركيشن فدايما تلاقيه في اللي هو حصل في شرايين مخ شرايين مخ فيها تفرعات كتير بحاجة اسمها سيركول فوليس فممكن يحصل في التفرعات دي اتفي اماكن باي فوركيشن طيب والشرايين الكبيرة اشهر حاجز الاورتة بس ممكن يحصل في شرايين تانية زي ما قلت لك ممكن في الرينا الارتري شرايين الكيلة ممكن يحصل في شرايين جهاز الهضمي وارد جدا جدا لكراس كتير برضو الاورتة ممكن يحصل فيه اثروس كيروس بس تلاقيه اكتر عند الاستيا وكلمة استيا يعني فتحة او فم عند ايه عند فتحات او مداخل الفروع بتاعت الاورتة يعني ده الاورتة كتبير وبيديني مثلا اتنين الرينا الارتري مثلا تلاقيه مثلا عند الرينا الارتري عند الفروع هنا في المنطقة دي في المنطقة دي لان دي المناطق دي فيها برضو خبط جامد قوي يسموه ادي كارز اللي هي مناطق الضرب اكتر مناطق يحصل انتوني لدمش يجي الدم كان ماشي كده 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 يلاقي فرع وهو داخل في الفرع وميخبط في الجوانب بتاعته او في الحواف بتاعت الفرع وهو داخل من جوه خلاص يبقى ده اسمه الاستيام استيام اللي هو فم الشريان فم الفرع اللي طالع من الشريان الاصلي يبقى اذا دايما تلاقي الارتري سكروز بيحصل عند البيفوركيشن وعند الاستيام وبيحصل في الارج والسمول تعالنا نتكلم اولاد على المورفولوجي بتاع الاتروسكروز المورفولوجي بتاع الاتروسكروز اولا بيقولك انه ممكن تلاقيه في سنة صغير خالص هم بيديش اعراض بس بيبدأ من باتري وده بسبب العادات الغزائية الغلط اللي احنا كنا بنعملها واحنا صغيرين الشيبسيات والاكل المحمر والكربوهيدريت الكتير والحلويات والسكريات الكتير فالعادات الغزائية الغلط اللي موجودة في الاطفال خلت الاتروسكروز يبدأ عندنا من احنا صغيرين لانه هم لقوا ان في اطفال فعليا ماتوا بامراض معينة واثناء عملية الاوتوبسي وهم بيشوفوا الجثث ديت وبيفتحوا في الاورتة لو الاورتة في خطوط صفرة تخيل طفل عنده 8 سنين 9 سنين 10 سنين ومات لأي مرض مات لقبل رأسها بسرطان مثلا ربنا عافينا يعني مات بأي سرطان بلوكيميا بأي حاجة وهم بيعملوا انفستيجيشن وعايزين يشوفوا في الاوتوبسي ساب الوفاة فبيشوفوا الشرقين الكبيرة فبيقطعوا في الاورتة لو في لون اصفر من جوه لو في لون اصفر من جوه فقالك الطفل ده اتعرض لمسببات تصلب الشرقين من هو صغير هذه المرحلة اولاد بيسموها فاتستريكس خطوط الدهون فاتستريكس اللي هي بتبقى عبارة عن مناطق فلات مسطحة فلات لون اصفر صوفت طريقا لسه بقى مفيش بقى لالياف ولا خلايا ولا اي حاجة لسه العملية في اولها خالص دهون بس بسيطة جوه الجدار كده انا دهون جوه الجدار فهشوف اللون اصفر وهشوف الجدار من جوه فلات مسطح لسه مفيش ارتفاعات مفيش كميات كبيرة ده بيسموه فاتستريكس لما هم يبصوا عليه تحت الميكروسكوب قال لك خدنا عينة من الشريان بتاع الاورطة في العلد دول وبص هنا تحت الميكروسكوب لقينا كوليسترول كليفت كوليسترول دهون مترسبة في الجدار دهون بس لسه مفيش ري اكشن حصل الطفل اللي كان عاداته الغذائية دي تسيئة وهو صغير كويس بدأ الطفل دوت بيدخل وهي له ضغط وهي له سكر وهي مشاكل اخرى اتحول الموضوع لحاجة اسمها اثيرومتاس بلاك اثيروما اوما يعني زي الورم بلاك بلاك يعني منطقة عالية عمز الهضبة اثيرومتاس بلاك المكان اللي كان في لات زمان النهاردة بقى عالي عمز الاوبة كده ودوت بيحصل في الكبار ده ما بنشوفوهش في الاطفال اثيرومتاس بلاك دي بتتشاف في الكبار خلاص centre هنا دي اهي الاندوثيليام مش حلو بصينا على الانتما من جوه خلي بالك الانتما في لون ابيض رأيك معا يا كده ع الرسمة دي والركز معا كويس الانتما عندي في لون ابيض ده اللي بيسموه كاپ لونه ابيض اللي هو الطائية اللي من فوق كاپ ابيض ليه? لان الكاب دوت عبارة عن سموث ماصل وفايبراستيشو. اللي انت شايفو ده سموث ماصل وفايبراستيشو في منطقة الانتما في دي الحتة العالية الناشفة بقى ده ده تصلبه. اللي هو الكاب. وفي منطقة عندي اسمها كور. اللي هي الحشوة. ده الكور اهو. خلاص. والكور اللي حضرانك شايفو ده اصفر. بقيله كور. طب الكور الاصفر ده ايه? هو الدهون اللي موجودة جوا الجدار. كوليستيرول على شوية انفلاميشو. وممكن لها معهم شوية كالسيفيكيشو. يعني شوية تصلب كالسيوم كده. في بعض الناس بتقسمها كاب وشولدر وكور. انا شايف انها يعني راغي مش مالهاش قيمة يعني. لانه هو تركيب الشولدر والكور شبه بعض يعني اوي. فما فيش اي حاجة لها اهمية يعني. فهو اللي مختلفين عن بعض اوي الكاب والكور. الكاب منطقة الياف مع سموث ماصل. عشان كده ابيض. الكور دهني. اصفر. دهوم مترسيبة مع فوم سيلز. كل ده في الانتما. ننزل للبيز. البيز القاعدة حمره. يبقى ابيض فاسفر فاحمر. القاعدة حمره ليه? لان البلاد فيسلز بتزيد. مش هنقولنا فيه نيو فاسكولاريزيشن او ايادة ما هي زيادة من تحت. وطبعا الميديا اخبار الميديا ايه? الميديا حصل فيها دامج. لو بتبقى ويك ميديا. دي منطقة الميديا. لان منطقة المتوسطة دي الميديا مضغوطة عليها. بايضة. فالشوريان فقد المرونة بتاعته. الشوريان مش حلو. متصلب ودخين ومش مرن. ده الاثروميتاس بلاك يا ولاد اللي هو بيحصل فيه سن كبير. بص معايا تاني كده. يبقى ايزا ده الكاب. الشولدر هي منطقة فيها شوية انفلاميشن كده بيقول عليها شولدر. انفلاماتوري سيلز. كاش دون كتير يعني. الكور اللي هو فيه كوليسترول كليفت على فوم سيلز. والكاب اللي هو فيه منطقة الفايبرستيشو الكولوجين مع الاسموت ماصل. والباس تحت اللي هو نيو فاسكولاريزيشن. يبقى احنا قلنا اول مرحلة اسمها فاتستريكس. خطوط صفرة. تاني مرحلة مرحلة الارتفاعات اللي هي الاثروميتاس بلاك. بعد كده عندنا فيه حاجة اسمها كومبليكيتد اثيرومة دي المرحلة التالتة. يعني هي كومبليكيتد اثيرومة? يعني الاثيرومة اللي خارج شايفها دي بيحصل عليها مضاعفات. ركز بها معي. مضاعفات. مضاعفات. على الاثيرومة. ودي المرحلة اللي العينها هيظهر بها في مشاكل كبيرة. واحد. واحد. من فوق يتكون عليها ثرومبس. يتكون عليها ثرومبس ليه? لان الاندوثيليا مش حالو. يتكون جلطات. يعني انا عندي منطقة مرتفعة عالية مضيقة الشريان وكمان جلطة عليها. اهو ده اللي يقفل. وده اللي بيدخل العين في مايوكارديا الاسكيميا وانجينا ويعمل مايوكارديا الانفاركشن. يبقى ده الكمبليكيتد اثيرومة الابة تعمل اسكيميا بسيطة. كرونيك اسكيميا. انما تعمل لي حاجة كمان عليها ده يقفل الدنيا خالص. اول حاجة عليها جلطة. ترومبس. ادي واحد. اتنين ان ممكن الاثيرومتاس بلاك ديت رابشرت. تفرقع. الابة كلها يحصل لها تطير تفك. تفك ليه? لانها هشة. مربوطة بكوليسترول. الوسط دهني. انت من فوق ابيض ناشف حلو اجامد حلو. في النص دهون فات. مربوطة بالشريان بطبقة الدهون. طب ما الدهون دي بلوز. مع الضغط العالي ومع حركة الدم ممكن تفكي. يقول لها رابشرت اثيرومة. تفرقع. مش بتفرقع يعني مش بتنفجر. يعني بتفك من مكانها تبدأ تتفتت كده. طب ولما تفك من مكانها هممكن تسد الشريان نفسه وتعمل اكيوت اسكيميا. وهممكن تمشي في الدم. ايه اللي يمشي في الدم? الكوليسترول. كتل الكوليسترول دي ده. انت مكالك على الكوليسترول بالك عشرين سنة. يعمل كوليسترول امبوليزم. كوليسترول امبولاي. تروح تضرب اي مكان تاني في الجسم. موجودة في قلبه وتطلع في مخه وتروح في اي مكان في جسمه. كارثة. يبقى اول مشكلة يكونها لا ثرومبوس. تاني مشكلة هي نفسها رابشرت. تالت مشكلة يحصل نزيف من تحت. مش انت عندك القبة دي من تحت فيها وعدة مية. طب ما قادم فرقعت. ليه? العاند ضغط عالي. العاند نرفز. هايبرتنشن. مفاجئ. خلاص? وراح حصل نزيف من جوه. طب لو حصل نزيف من جوه هاموريج. يقول عليها اثيروميتاس هاموريج. يعني هاموريج جوه الاثيرومة. طب لو ما يحصل هاموريج جوه الاثيرومة. تكبر. طب ولو كبرت فجأة تسد او تفرقع. دي كومبليكيشن يا بلد. يبقى احنا الكمبليكيتد اثيرومة. مش الكمبيشن بتاع الاثيروس ده الكمبليكيتد اثيرومة. الكمبيشن اثيروس هنقولها الوقت في كل اورجن. او الكمبليكيتد اثيرومة ان يتكون عليها جلطات لان الاندوثيليا مش حلو. ثرومبس. يبقى هتسد خالص. بص معي. انت كنت مضيق بديه. بقى دي وديه. كده خلاص. حمدلله على السلامة. قافل الشريان. تاني كومبليكيتد اثيرومة ان هتبقى رابشرت. ان الجزء ده كله يفك ويطير او ما يطرش. ممكن يقفل للشريان ما هو قافل اهو. او يمشي في الدم يعمل كوليستيرول امبولاي. زي الكمبيكيتشن اللي بعده انها تنزف. شوية الاوعية اللي تحت دي تبدأ تفرقع بسبب الضغط عالي. وتبدأ يجيب لي دم. حصل دم كبرة الاثيرومة. قافلت خالص او فرقعت. ده يا اللي بيحصل وبيعمل اوكلوجن وبيعمل مضاعفات في الاثيروسكيروزيز. يبقى احنا كده فهمنا قصة الايه? الاثيروسكيروز. الكمبيكيتشن اخر جزء الكمبيكيتشن تقع الاثيروسكيروز على حسب الشريان. والله لو انت في شرعين صغيرة يبقى الشرعين الصغيرة حتميا بتتسد. لان المساحة صغيرة زي الكوروناري مثلا وزي السيريبر الارضر. شرعين الصغيرة تسد. ما اكيد هتتسد. خلص يعني. انت لو عملت اثيرومة كنت تسد. اصلا يعني. لو عملت اثيرومة كمان عليها ثرومبوس. مية في المية تسدت خلص. طب تسدت على القلب. مايوكارديال انفاركشن. انجينا. الم الاول. وهفهمك ان ايه? انجينا وانفاركشن. في الجزء بتاع الهارض. ايه? بعد كده عضت القلب ماتت مايوكارديال انفاركشن. خلص. طب قفلت في المخ. كده انت عملت موت في عض النوة. طب لو حصل مسلا في شرعين متوسطة الحجم مثلا زي فيمرة. الفيمرة الارتري. مش هيتد قويه بس هيحصل ناروينج. فده يعمل حاجة اسمها كرونيك اسكيميا. ده في شرعين متوسطة يعمل كرونيك اسكيميا. ده يتعمل تشنجات في عضلات الرجلي. تعرف لما بتعمل تعمل رياضة مفاجئة مثلا انت ما مسخنتش وراح تجريد فاجئة مثلا اتنين كيلو. ها? عارف عضلة السمانة يحصل لها كرامبات كده تتشنك ده بيسموه تشنجات متقطعة مع المجهود مريض تصلب الشرايين اولاد لو عنده تصلب الشرايين في شرايين الساق فيمر الأرتريو برانشاتو لما بيتحرك لما بيمشي بقول له انت بتمشي ولا ما بتمشيش يقولك انا بمشي بمشي نص ساعة وحس بعدها ان عضلات الكلف افشت عضلة السمانة افشت علي ده يبقى انت عندك اسكيميا ده احد الاعراض اللي بنعرف بيها تصلب الشرايين سموها خلاص ممكن مع الوقت الموضوع لو اتطور طبعا ويكون جلطات يعمل اسكيميا كاملة ويعمل جنجرين طبعا تعرف ان لو شرايين الرجل تسدت بيحصل جنجرين طب الشرايين الكبيرة الكبيرة موضوع مختلف لان لا يمكن يتسد شريان كبير لا يمكن يتسد الاورتة مش هيتسد اعمل اثرسكيلوروزز حوش عليها اعمل اللي تعمله اورتة مش هيتسد انما الجدار بيضعف ليه الجدار بيضعف لان انت فقد المرونة بتاعته طبقة الميديا بازت وحطتلي مكونات غريبة فالجدار بقاش بالمرونة الطبيعة بتاعته فممكن يتنفخ وانتفاخ الشريان بيسموه انيوريزم وطبع الانيوريزم ده ممكن يفرقع رابشارد انيوريزم يعمل نزيف قاتل في الاورتة نوع من انواع الانيوريزم اسمه ديسكتنج انيوريزم نعرفه ان شاء الله في الانيوريزم احد اسبابه اللي عيني بقى عنده مثلا ضغط عال اثرسكيلوروتيك انيوريزم اثرسكيلوروز ممكن يعمل لي القصة دي تمام الانيوريزم نفسه بيكون جلطات جوه الانيوريزم بيكون جلطات لان الدم برضو بتحركش كويس فده ده كاترة موضوع بتاعت معلش انا طولت بتفاصيل التفاصيل في الموضوع ده دي الرسمة اللي احنا كنا شفناها في الاول اللي هي شكل وبعد كده دخلنا هنا هنا فوق فيه عندي دوت اللي احمر ده اللي ازرق ده ممكن لقي كالسيام هنا هو برضو مترسب ومن تحت اوعادة موية جاية من تحت يلا نبصوا مع بعضك الكتاب بصوا شباب نفتح في الكتاب صفحة عشان الناس يسألني على الصفحة تقولي صفحة كم يا دكتور والله الاسف انا الصفحات شبابة عندي طيب هتلاقي في موضوع بعد على طول هتلاقي فيه عندنا عنوان اسمه ارتريو انا اسف يعني امراض اللي بيحصل فيها تصلبات بصفة عامة او تغيرات في بتاع الول يبدي امراض بيحصل فيها تغيرات في بتاع الول بتاع الشرين بصفة عامة طيب عندي ثلاث امراض واحد اسمه ده بيحصل في ده اللي هو بيحصل احنا خدنا في مرة اللي فاتت في مرض اسمه ودا بيحصل في اللي بيحصل في سن كبير هو عبارة عن بيحصل في الشرين ليس له يعني فجأة كده لأ لان الجدار بتاع الشريان اللي شريان اللي هو Somewhere غالبا في امراض مثلا او غيره الشرين دي بتلاقي ان الول بتاعها بيحصل في حتة جوى الجدار جوى الميديا نفسها جوى الميديا بتاعت الجدار في الميديا بيحصل فيها وليس له يعني ما بيضيقش الجدار. لا يحدث ضيق في الجدار. المرض التالت هو تصلب الشرايين التقليدي اللي تكلمنا عنه. طيب. يبقى احنا عندنا كلمة تشمل ده اللي بيحصل في اللي هو بيحصل فيه بيحصل فيه بيحصل في منطقة الميديا. بيحصل فيها ده اللي هو المرض تصلب الشرايين بتاعنا. طيب. اهم حاجة اولاد في الديفينيشن بتاع الاثلس كوز حارك تعرف ان المرض دوت هو مرض بيحصل فيه الانتيمة. فدي بيتيجي دايما في الامسكي وهو انتيمة الديزيز. وطبعا فولد بقوة طبعا بفيه وفولد باي فاي بروزيز. نبص الكتاب بتكلم على ايه في الريسك فاكتورز انا بس راتبتهم لك بطريقة يعني اسهل في الحفظ شوائي. نما قد في الاخرى تلاقي نفس الكلام. كتاب قال لك انه عندي حاجة اسمها ميجور ريسك فاكتورز. العوامل الخطورة الكبيرة. اللي احنا جمعناها في كام في اربعة بحرف الاتش. الاتش الاولانية الكتاب كتاب لك زي ما هي هايبر ليبيديميا ايه. لها هيبر كوليستيروليميا. وقال لك خد بالك يا صديقي ان الهايبر ليبيديميا بنتكلم على الدهون الضارة وهي اللو دينستي لايبو بروتين بتكون آآ آآ زيادة. بينما الدهون الحميدة الهاي دينستي لايبو بروتين بتكون قليلة. خلاص يبقى الدهون السيئة هي اللي بتزيد. ايه الاسباب التي تزيد الدهون السيئة? قال لك ممكن اسباب وراثية وممكن اسباب غزائية. انك بتاكل اللي هي الدهون المقلية كتير. زي ما قلت لك التحمير في الزيوت. الزيوت لما بتسخنها بيحصلها خلاص. فالكلام ده مش كويس. هي دي دي اخطر حاجة بتزود لي السيئ. وبتساعد على تصلب الشرعية. يبقى دي اول اولاد وهي زيادة الدون في الدم هايبر ليبيديميا. اتش التانية قلنا زيادة ضغط الدم. طبعا سيستوليك هايبر تنشن لان ده بيضغط على الاندوثيليام يعمل اندوثيليا الانجري. خلاص? الاتش التالتة قلتلكو هايبر جليسيميا اللي هي ستضايب اسميليتس. جميل? الاتش الرابعة اللي هي تدخين شارع. يبقى دولة اربعة اتش. بقية العوامل بقى بتاعت الخطورة هو حطها في عنوان يعني يعني عاومة الاخرى. يعني مثلا قال لك السن كل ما السن زاد فوق الاربعين ستين سنة. قال لك اللي هو السكس يعني الفيميل محمية لحد سن المنوبوز يبقى اكتر عند الميل. العامل اللي بعد كده قال لك عامل وراسي زي مثلا الناس اللي عندهم هرديتري هايبر كوليستيروليميا اللي هو فاميليا الهايبر كوليستيروليميا. الناس اللي عندهم مشاكل وراسية اخرى زي بتزود فرصة السكر والضغط. اه قلتلكو كان فيه اس حاجات بحرف الاس زي. واحد ما بيتمرنش الرياضة كويس. على طول قاعد ما انتخ. خلاص? والاس التانية بتلك كل دي عوامل بتساعد على جميل بس انا اسمتلك بطريقة منظمة اكتر عوامل ما نقدرش نغيرها. وعوامل اللي هي تمام? في الاخر هتوصل للاخر لنفس المعلومة. ورتبها في دماغك بالطريقة اللي انت شايفها اسهل. طيب. نيجي للميكانيزم. النظرية اللي علينا اولاد في الميكانيزم لان نظرية الايه? الانسيوديشن ثيوري. انسيوديشن ثيوري لان نظرية توغل الدهون داخل الجدار. بدأت بيه اندوثيليا الدمر. يبقى لازم يحصل اصابة في الاندوثيليام الاول. ايه اللي يعمل اصابة في الاندوثيليام? قال لك والله ممكن الدهون المؤكسدة. هيبر الليبيديميا. ممكن الضغط العالي يضغط على الاندوثيليام يعوره. ممكن التدخين مواد الضرة بتاعة السجاير. خلاص اللي هي موديناميك فورس ده بتاع الضغط العالي طبعا. اكتر اماكن بحصل في الاندوثيلي داميش? الاستيا. اللي هي ايه? مداخل الشرايين. فم الشريان. قلت لك دي اكتر مناطق فيها ضغط. فتترسل فيها الال دي ال. بعد ما يحصل ترسيب للدهون تدخل ورامين الماكروفاش والبليتلت. طبعا اكيد بليتلت هلزق يعني. اكيد يعني اي نتيل داميش بيلزق البليتلت. المونوسايد تتحول الى ماكروفاش. تبدأ تطلع عوامل زي الاكسجن في راديكال والميدياترس بتاعتها. فتعمل للدهون. فتتحول ال 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 لدهون اكسر ضررا تكلها وتتحول لفوم سيلز. يبقى مين هي الفوم سيلز? هي ماكروفاش واكلة الدهون. جميل. تبدأ تخرج بعد كده. والجروث فاكتورز. والجروت فاكتور تنشط لسموث مصل اللي تبدأ تتجمع في الميديا وتطلع فوق ويبدأ يحصل الجروت فاكتور ترسب الاكستر سير الماتريكس اللي هو بيعمل فايبروز مع الوقت وطبعا بلاقي تي سيلز اللي انفوسويت بتتجمع في المكان وبتنشط وبتنشط الخلايا الاخرى طيب نتكلم بعكال مورفولوجي قلنا فيه تلت مراحل الكتاب هنا كتب مرحلتين وانا شرحتك مرحلة التالتة انه هيتكلم عنها في الكمبيليكيشن خلاص اول مرحلة اسمها اللي هي عبارة عن الخطوط الدهنية اللي هي بتحصل في سنوه صغير او سنوه عشرة سنين مسلا طيب معظمة عبارة عن ايه بتبقى عبارة عن بقع صفرة مليانة اللي هي جميل ويبتبقى يعني خطوط طولية كده طويلة بيزدش عن واحد سنتي وليس لها لانها ما بتضيقش الشريان دي بدايات التصلب الشرعين مجرد دهون بتدي سفرار في الشرعين من جب بدأنا نعمل خطورة ان احنا نعمل والبلاك يعني مناطق مرتفعة الابة او الهضبة العالية ورسمناها وشوفنا تفاصيلها وعرفنا التفاصيل بيبقى فيها بيبقى لونها يالو طبعا وهيتكلم عنها كمان شوفت في الايه هو بيوصف في الجراس والمايكروسكوبك السايت طبعا اكتر اماكن بيحصل فيها الشرعين الكبيرة زي والشرعين الصغارة زي والكاروتد والسيربرال ده سيربرال ده اللي هو في المخ خلاص اكتر فتحة اكتر مكان فتحة الشريعين يا الاستيا بتاعت الشريعين طيب ايه المايكروسكوبك بيكتر قال لك والله مايكروسكوبك عندنا بتاع الاثيروميتا الصغارة بيتكلم بتاع الاثيروميتا سبلاك يعني معلش هو الكلام مش متنظم قوي بس انا قد تبطولك في الشرح فانت خلاص كده الدنيا سستمت في دماغك هي عبارة عن طائية بيضة وليه بتكور وحشوة صفرة خلاص طيب اللي بتكور مكوم من ايه من كوليسترول وفوم سيلز ونيدلشيب كوليسترول على شكل نيدلشيب كريستلز او كليفتس شو يعني رفيعا خلاص والماكروفاش او الفوم سيلز بتبقى موجودة معاهم وبلاقي برضو سموث مصل بروليفريتد وقلنا سموث مصل بحصلها بروليفريتشن بسبب ايه جروث فاكتور ومن تحت خالص تلاقي نيو فاسكولاريزيشن ياريت تكون رسمت الرسم اللي رسمتها لك لخصت لك البراجرافات دي كلها لخصت لك البراجرافات دي كلها خلاص فالرسمة بسهل جدا في الموضوع شرحت لك حاجة انا بعدها قلت لك حاجة اسمها ايه الكمبليكيتد اتروسكروز ان يحصل عليها ثرمبوزز يحصل فيها بليدنك خلاص ممكن تلاقي جوه طب ايه اخبار الميديا الميديا بيحصل فيها اتروفي لان الكلام ده كله في الانتما يضغط على الميديا طيب ايه الكمبليكيشن ده قال لك والله الكمبليكيشن على حسب الشرية يعني الشرايين المتوسطة للحجم جميل اه هو اعتبر الكورونا المتوسط للحجم بيحصل ضيق خلاص يعني هي سمول وبالتالي الستينوز ده يعمل يعمل اسكيميا وانجاين طيب لو حصل عندي ان في عندي اتروميتاس بلايك ممكن يحصل او يحصل فيها وفسرت لك الهاموريش ده ممكن يعمل ايه لو حصل نزيف داخل جوه القبة دي ممكن الحجمها يجبر فجأة وتسد فجأة خلاص طيب ايه تاني ممكن حصلة تفك من مكانها فتعمل فتعمل تعمل تعمل تطير في الدم طب بالنسبة للشرايين الكبيرة حضرتك قال لك الشرايين كبيرة يحصل فيها لا يمكن تتقفل طب والانيوريزم ده مشكلة لان الانيوريزم ده هيضغط على طبعا الميديا يضعف الميديا جميل اموك الانيوريزم فرقع يعمل رابشر طبعا ويعمل نزيفة ده الكلام اللي تقال في الكتاب يقالت تكون رسمت معاه الرسومات عشان تساست من الموضوع في دماغك ويبقى مذاكرته سهلة شكرا جزيلا والسلام عليكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر